انتخابياً أعلنت مفوضية الانتخابات تطابق عملية عد وفرز أصوات المحطات المعادي فرزها بقرارات من الهيئة القضائية مع الفرز الألكتروني في محافظة نينوى وبلغ عدد المحطات المعاد فرزها في محافظات نينوى وذيقار وبغداد والنجف والمثنى 870 محطة وجاءت نتائج العد اليدوي للمحطات في المحافظات الخمسة مطابقة للفرز الألكتروني وبحضور مقدمي الطعون ووكلاء القوى السياسية والمراقبين الدوليين وقالت المفوضية أن النتائج ستنقل بملف ومحاضر تحقيق إلى الهيئة القضائية للنظر فيها وستصدر الهيئة قرارها بخصوصها وفي حال إكمالها النظر في الطعون ستتجه المفوضية لإعلان أسماء الفائزين في الانتخابات ترجمة نانسي قنقر